في خبر مختلف المأكلات الشعبية مهرجان بنكهة تراثية أقيم في إربد وتخلى له عرض العشرات من المأكلات المتنوعة ومن مختلف مناطق وقرى الشمال كل حسب طريقته المتعرف عليها المفتول والامسخن والمنسف وأشياء أخرى مما لذى وطاب جمعتها مائدة العرض في المهرجان الأول للمأكلات الشعبية التراثية الذي عقده تحالف مؤسسات المجتمع المدني في إربد أنا كم الشاركة حبيت الفكرة كثير وعلى أساس أنه في الأطفال هلأ وجهد الصاعد كلما بيعرف شو أكلاتنا الشعبية والتراثية طبعا من ناحية غذائية كثير مفيدة وخفنا أنها تنقرض الأكلات الشعبية على هذا الأساس عملنا هذا المهرجان رئيسة اتحاد المرأة الأردنية أمن الزعبي أشارت إلى أهمية الحفاظ على المنتج والموروث الشعبي كنمط غذائي يعزز توفير الغذاء الصحي وتحسين اقتصاديات الأسر وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان النائب السابق سامير عويس أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تستدعي التوجه للإنتاج المحلي وتمكين المرأة اقتصادياً بهاي الفكرة الآن وشفته الأعداد الناس اللي كانت موجودة أنا بأعتقد أنه وصلنا رسالة واضحة بأهمية التركيز على المطبخ الشعبي الأردني اثنين غير تشغيل العائلات بهمنا تمكين المرأة بهمنا أيضاً عمل الخير المشاركات في المهرجان عبرنا عن سعادتهن بالمشاركة متمنيات الاستمرار به بشكل سنوي كانت تجربة حلوة واستفدنا أنه الواحد عرض منتجاته في ناس ما بتعرف أكلة بالنسبة للي عملتها أنا مفتول فتعرفت على الأكلات وذاقتها والكل عجبه ومشاء الله فيه حضور ولأن المأكولات جزء من ثقافات الشعوب يأمل المشاركون في المهرجان أن يسهم في تنشيط مطبخ الإنتاج وأن تجد الأطعمة التراثية مكانها على قائمة ثقافة الاعتماد على الذات